اشتركوا في القناة او ان يسعى في صلح بين المتخاصمين او ان يسعى لرفع الضر عن احد الناس جبر الخواطر بابه واسع وهو من اعمال الصالحين هناك من اختصهم الله لقضاء حوائج الناس الا فليفرح من يجد نفسه في هذا الباب متصدرا وليسعد من يوفقه الله تبارك وتعالى لرفع العناء والتعب عن الناس هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتلك اخلاق صحابته الكرام وافعال الصالحين عبر الزمان ابو بكر رضي الله عنه سيدنا الخليفة الاول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى لقضاء حاجة امرأة مسكينة لا تستطيع ان تقوم بشأن نفسها يقضي لها حوائجها وينظف لها خيمتها ويجهز لها طعامها لما راقبه امر وما راقبه الا ليتعلم من ابي بكر ماذا يفعل من افعال الخير تعجب من تواضع سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وعثمان وما ادراكم ما عثمان ذنرين تزوج رحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكانت كريش تحب عثمان حتى ان المرأة كانت ربما تداعب ولدها الصغير وتقول احبك والرحمن حب كريش لعثمان لماذا احبت كريش عثمان عثمان رضي الله عنه ظنرين كان كريم الخلق كريم اليد ما كان يسمع احدا كلمة سيئة وما كان يبخل بماله على عباد الله كان يكبر الخواطر ويسعى بين الناس لقضاء حوائجهم يأتي الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجروا يشتكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحب البئر يبيع لهم الماء بئر روما كان صاحبه يبيع ماءه للناس اشتكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا نستطيع ذلك ويقوم عثمان رضي الله عنه بعدما يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من يشتري بئر روما ويضرب بدلوه مع دلاء المسلمين وله مثله في الجنة كلمة الجنة عندما يسمعها الصحابة ينشطون ويفرحون ويسعدون وكل يريد ان يبذل ما في وسعه لنيل هذه الدرجة قام عثمان رضي الله عنه واشترى بئر روما وأوقفها للناس وكان يشرب بدلوه ويأخذ من الماء كآحادهم هذا فعله في توفير الماء للمسلمين رضي الله عنه ويأتي جيش العسرة وسمي بالعسرة لأنه كان يحتاج إلى تجهيز يحتاج إلى إعداد والمسلمون والمسلمون لا يملكون ما يؤدون به الجيش سيدنا عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة بمفرده وينال الثواب العظيم والأجر الجزيل لأنه جهز المجاهدين في سبيل الله ليرفعون راية الإسلام ويدافعونه عن الإسلام والمسلمين هكذا فعل عثمان مع جيش العسرة وهكذا فعل في بئر رومة وقدم تجارته كلها للمسلمين الفقراء وما رضي أن يربح عليهم تبرع بها لوجه الله ما أحوجنا إلى أمثال عثمان عندما يضيق الحال على الناس وعندما يحتاج الناس وعندما يفتقر بعضهم ما أجمل أن يخرج الإنسان بعض ما عنده لإخوانه ليقضي حوائجهم ويفسح عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته